السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي وصندوق خاص صندوق سحري وبداخله أشياء جدا جميلة يعني منهم شيء منتظر صراحة من العام الماضي من هذه الشركة شركة ريلمي هذه السنة حبت تهنئ بشهر رمضان الكريم بطريقتها الخاصة طريقة مختلفة طريقة جدا مميزة وصراحة فكرة مميزة أكثر فبلاش أطول عليكم وخلينا نبدأ الفيديو مع بعض ونشوف ما بداخل هذا الصندوق طيب يا أخوان نبدأ ونقول بسم الله هذا هو شكل العلبة من الخارج رمضان مبارك الشعار المشهورة في شركة ريلمي مع هلال رمضان فعندي هذا شعار من أول لريلمي كذلك شعار ريلمي نسخة كوكاكولا اللي شفناها أيضا في فيديو سابق عندي بالقناة والآن خلينا نفتح العلبة مع بعض في البداية عندنا كذا أشياء حنشوفها إن شاء الله ولكن خلينا نشوف العلبة الكبيرة هادي إيش فيها الهاتف المنتظر من شركة ريلمي اللي بإذن الله بتم إطلاقه بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية قريبا عندنا هنا العلبة الثانية نشوف فيها أيضا نضم إلى المجموعة عندي شعار شركة ريلمي بنكهة رمضانية باللون الأزرق هلال رمضان وهنا رمضان مبارك جميلة جدا صراحة وهنا مكتوب ريلمي ديزاين ستوديو ما أدري واضحة أو لا صراحة جميلة جدا قلنا نشوف العلبة الأخيرة لا مو أخيرة فيه لسا علبة كمان هذا كيبل الشحن تايب سي تو تايب سي للهاتف وعندنا هذه العلبة الأخيرة مراحل القمر هلال إلى ما يوصل القمر وهنا الشاحن اللي عملاق ليش عملاق؟ لأنه 240 واط أقل من 10 دقايق تقدر تشحن الجوال بالكامل بطاريته شيء خرافي بإذن الله حنشوفه في المراجعة القادمة طيب يا شباب الصندوق ليس مجرد صندوق هو صراحة فيه فكرة شايفة الدائرة هذه نرجع للأشياء اللي كانت في بداية فتح الصندوق هذا عبارة عن شعار رلمي ولكن جايب فكرة ستانت وعليه رمضان مبارك يصير مثلا بهذا الشكل عندنا يكون كذا جميل جدا أو الفكرة جميلة وعندنا الأخير طيب يا شباب عندنا ثلاث أشكال للقمر بمراحل مختلفة أو للهلال وعندنا هنا لونين على سبيل المثال اختار أي لون واختار شكل الهلال معه بهذا الشكل وأحطها هنا في هذا المكان طيب نشيل هذه والآن نحط الهلال في هذا المكان خلاص كذا شكل الهلال طيب وبعدين الآن أنا وريك هنوجهه مثلا هنا ونشغل فلاش الجوال ونوجهه عليه الآن شغلت فلاش الجوال بهذا الشكل والآن نوجهه بهذا الشكل خلينا نطفل إضاءة لاحظوا معايا الآن هذه كذا على الجدار صراحة فكرة مميزة بهذا الشكل الجميل طبعا تقدر تغير من الأشكال الهلال اللي عندك طبعا تقرب يكبر الهلال كلما تبعد الجوال بيصير صغير الهلال جميل جدا فهذه هي الفكرة أو الشكل النهائي من الحركات الجميلة اللي عجبتني في هذا الجهاز يا أخوان شوفوا لما أشبك على الشاحن لاحظوا جنب الكاميرا من الخلف هذه الأضاءة حركة لطيفة صراحة هذه الدائرة المستطيل اللي زي الفلاش يعرفك أن الجهاز جالس يشحن طبعا لاحظوا معايا سرعة الشاحن داعس ولا حد حيوقفه طيب يا شباب زي ما شفنا مع بعض في هذا الفيديو بإذن الله في الأيام القادمة بتكون فيه مراجعة تفصيلية لهذا الجهاز وبإذن الله حتى يتوفر قريبا في المملكة العربية السعودية يعني حنوى فيكم بإذن الله بالأخبار أول بأول فلو أنت مهتم بهذا الجهاز تابعني عشان تشوف بإذن الله الأخبار الجاية وبس تقريبا بكده أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو إن شاء الله أكون أفدتكم لو بمعلم وبسيطة يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك سبسكرايب في القناة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر